قبل ما أخش على كاس الهوم الأفريقية وفتح كاس الهوم الأفريقية ومصر هتلاعب بين المنتخبين النجيري وخش التفاصيل دي كلها عايز بس أخد رأيك فيما انتهيت به في المقدمة النهاردة وهو موضوع محمود عم نعم كهراء نعم فترة مع النادي الأهلي نعم شفتها هنا في رأيي إنها ميقيتش أعظم فترة بالنسبة لكهرباء كثير من جميع النادي الأهلي شايفينها فترة جيدة وكثير من جميع الاهلي أيضا شايفين إنه لا الفترة ما كانتش جيدة رأيي حضرتك إيه أنا رأيي في كهرباء إنه ألعب سوبر من السابق هو في امبي وكنت أتوقع ليه إنه هو هيكون يعني نجم وأصبح نجم الفترات ولكن النجمية لابد أن تستمر صحيح ده مهم جدا للنجم صحيح الاستمرارية في تحقيق الأهداف مش هدف واحد وكده وأنا يعني حدث شيء بالصدفة يعني مش بالصدفة أنا بالصدفة أنا بقوله مش محضره إن أنا جاتلي دعوة من رئيس الشرف في اتحاد جدة منصور البلوي وكان بنتكلم في شوقت أمور كده فمن ضمنها إنه هو كان طلب مني يعني أرشح لعب فكان اللي طالع في الفترة دي كهرباء كمعنادي الزمالك اه أو كان في امبي على ما أسجل ده ده من فترة طويلة فترة طويلة قبل ما أروح اتحاد جدة وكان في بداية ظهور محمد صلاح لأن شفت أنا يعني محمد صلاح اشتغلت في المقولين واشتغل معي فترة في بعض المبريات مع أني معاني فتح وكده فقلت له والله في اسم ولد صغير طالع بس هي بقى سوبر محمد صلاح او كده هم مش عالساحة دلوقتي إنما اللي كان عالساحة كهرباء بيتميز بالسرعة وبالمهارة وده في الدور السعودة حيفيدك صحيح فبعد سنة او سنة ونص او كده كهرباء كان في اتحاد جدة وقد على أعلى مستوى من ناحية الفنية والناحية البدنية والناحية الزهنية لما كهرباء انتقل زمالك انتقل أهلي محافظ على النجومية اللي هو عملها صحيح وما كانش فيه استمرارية وتحقيق أهداف أخرى المفروض أنا كلاعب بحقق هدف لازم يكون ليه أهداف أخرى عشان فيه استمرارية وأكبر كمان وأكبر صحيح وحلم والحلم ده يحتاج إلى عمل شق وتعب يوميا الحلم ده يعني مش كلام الهدف يعني صح فكلا أبد أن كهرباء اللي حواليه هم اللي يساعدوه هم هم هتقوله يعني ايه ثقة تمه لاعب دولي ولاعب في زمالك والتحاد جدة ومحقق أرقام وواواواوا كده هو ايه اللي عرفك انه فقد الثقة الثقة دي هي يعني معرفها لقدراتك انا باعرف قدراتي ايه واعتز بالانجازات بتاعتي يبقى انا عارف قدراتي ايه واعتز بالانجازات بتاعتي اللي انا حققتها ايه اللي بعدها دون غرور دون غرور عشان اكمل في الفيلد او في المكان اللي اعايزه انما انا حمزة انا كهرباء انا كذا 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 باعتز فعلا بالانا عملته والقدرات اللي عندي بس فيه سنة ايه السنة دي جات من ايه من المواقف اللي حصلت الكتيرة من مشاكل خارج الملعب وداخل الملعب وصباحا ومساءا دي تفقدك الثقة وحطته داخل ضغط هو اللي حطت الضغطة عن نفسه ايه دي واحدة حاجة التانية انا بقول الكلام ده ليه ياريت لما يسمعه او حد يسمعه يقوله له عشان يستفاد منه عشان لما ييخد تجربة اخرى تجربة الاحتراف يقدي فيها بشكل كويس يرجع الثقة نفسه بايه ان انا اعتز فعلا بالانا عملته وكذا ثم مفيش غرور في بداية جديدة مفيش مشاكل الى اخيره صحيح طب هو فقد ايه تاني عشان برضه يبقى الكلام يوصله بشكل كويس فقد جزء مهم جدا لا يقل عن الناحة الفنية والناحة البدنية وهي اللياقة الزهنية اللياقة الزهنية داخل الملعب وده بيفقدها لعيبة كتير جدا جدا كهرباء فقد اللياقة الزهنية في داخل ملعب والتركيز وعمله اليوم كل يوم ان هو اشتغل على نفسه ففقد الثقة وفقد اللياقة الزهنية هيأثره بلا شك على الناحة الفنية بتاعته وعلى الناحة البدنية في المقابل عبدالشافي تركيز مفيش مشاكل بيقدي من اعظم باكات الطرف الباكليفت في مصر على مدار التاريخ مفيش مشكلة مش مراكز في الناحة المادية مش مراكز النوع من مشكلة انا مش مغرور انا مش مسمعناش النوع مغرور بقى انا بقول لحركة اللي انت قلته اه طبعا العكس بقى محسش ان انا محمد عبدالشافي فمكمل وليه قاعدة جماهيرية فانت انت متردد وجمهور متردد يعني انت بتقولي 50-50 لكهرباء ايه اللي حصل فاحنا بطريقة ما استكمالا لكلامك المحترم اللي انت قلته شكرا واستكمالا للجمهور اللي هو يعني هو ايه ما كهرباء كويس احنا مش عارفين صح فاحنا عايزين نقول ان كهرباء لا كويس ونتمنى ان هو يرجع للملعب بس يرجع بالياقة زهنية بالياقة زهنية دي على فكرة جزء اساسي في كرة القدم والعالم كل رحلية ده بيجي من خلال ايه مش كلام ركز ركز لا بيجي من خلال تدريب بيجي من خلال النوم بيجي من خلال اكل معين بيجي من خلال انك تعمل صورة زهنية في العقل بتاعك صحيح اللي هي الاميجدالة وتنزل اردر بقى وتعمل اهداف وازا يتحقق ده قصة كبيرة اتمنى ان في حد يشتغل معا على النقطة دي هيزيد كهرباء والكهرباء هتنور ان شاء الله ان شاء الله اعرف انا كنت بقول قبل ما حالك تدخل على طول انه حتى الناس اللي بتقايم كهرباء يعني في جميلة كثيرة من النادي الاهلي تقولك انه لا بس كهرباء قدم اداء جايد مع النادي الاهلي في الوقت اللي اشتغل فيه سجل اهداف عمل اسستات مش بس ده مش كهرباء لا ده ممكن تقيس على لعب صاعد لا يعمل المستوى ده انت بتبقى طالب من كهرباء امكانيات الجناح الايصر الافضل في الدول المصر طبعا ما قدمش الاداء ده لا لا لازم يكون هو ليه تقييم تقييم فن خالص جناح ايصر يعني مطالب انه يكون السرعة بتاعته عالي جدا التركيز عالي جدا نسبة الاهداف عالية صناعة الاهداف عالية انه هو بيعمل دعم دفاعي ودعم الهجوم باستمرار انه هو لحظات التنقل ما بين الدفاع والهجوم والهجوم للدفاع دي لحظات مهمة ما كناش بنشوف فيها كهرباء صحيح على في ثبات مستوى على فترات طويلة كان دور موسيماني ايه بقى كان مع كهرباء الفاتر فاتر عشان برضو بعض الناس انتقدت موسيماني انه هو اللي عاند مع كهرباء هو اللي مشى كهرباء هو اللي بين كوسين يعني ظلم كهرباء لا هو ما اقنعش موسيماني عشان هو فقد الاشياء اللي انا قلتها انما كهرباء لو ركز هيقنع موسيماني ويقنع كيروش ويقنع اي حد صحيح ولا امكانيات كبيرة لا لا امكانيات قدراته يعني اوضح بس استكمالا القدرات دي اللي ربنا بالدهالي صح انا باخد قدرات عندي هي عنده الامكانيات ايه بقى الفرق بين القدرات والامكانيات هي القدرات اللي ربنا الدهالي كموهبة انت ما شاء الله موهوب اعلامي انا مش موهوب زيك مقدرش دي قدرات ربنا الدهاليك انا موهوب مثلا في شيء معاهم في التدريب في مهارة كرة القدم صحيح الامكانيات ايه بقى الامكانيات هي تطوير للقدرات اللي ربنا الدهالي صحيح نعم